اشتركوا في القناة مع مرسل كولر للمنافسة المحلية من جديد طبعا عنده رغبة من صالح جمهوره مبرامج هتكون سهلة بالتأكيد امام منافس مش بالهين ابدا فريق اسوان زارة الجنوب اللي بقدم اداء اكتر من جيد مع مديره الفني ايمان الرمادي مع الفريق اللي كان بناه النجم ربيع ياسين صحيح اسوان جاي من خسارة امام للتحاسة كاندان اتنين صفر والنهاردة بيسعى انه يعمل نتيجة ايجابية على ارضه وبين جمهوره عايز يحافظ على موقع اللي موجود في وسط الجدول او يتقدم في المراكز شوية مخطئ من يظن انها مباراة سهلة هي مباراة قوية تنتظر من الفائز ومن يحسم الفوز في هذا اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة مباراة أسوان والعالي أعزائي المشاهدين طبعا ضمن ثالث أيام الجولة 19 من الدوري الممتاز ساعة 3 اللاربع على ملعب أسوان في درجة حرارة 21 درجة معوية ومحظوظ النادي الأهلي أنه بلعب في هذه الدرجة يعني لأنه أحيانا بتقام في درجة حرارة عالية جدا لكن بصفة عامة إقامة المباريات يعني الساعة 2.5-3 اللاربع بيكون صعب حتى على الفريق صاحب الأرض لكن يبدو أن هناك أسباب بتمنع أنه أسوان بيلعب ليلا أو حتى حتى في الساعة الخامسة المهم بيقود مباراة اليوم تحكميا كابتن محمود البنة ومع أحمد حسام وأحمد نوفل حكم الرابع إبراهيم محجوب أما تقنية الفيديو فمحمد الصباحي ومع أمر فاتحي مباراة الجولة 19 عزيزي المشاهدين اللي بدأت الحد اللي فات باللقاء جمع بين البنك الأهلي وسموحها وانتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق لسه البنك الأهلي بيبحث عن فوز وكان قريبا لما نجح سعيد سومبري في دقيقة 15 من إدراك الهدف الأول لفريق البنك الأهلي ولكن سريعا ما عاد فريق سوموحها ومن ضربة جزاء أحرز حسام حسن المنتقل على سبيل الأعارة من الأهلي هدف التعادل لفريق نادي سوموحها ثم يعود أحمد ياسر وغير أحمد ياسر ريان أحمد ياسر ريان في سراميكا لكن أحمد ياسر هنا بيلعب في البنك الأهلي في تسديد قذيفة رائعة 2-1 ولكن بعدها ينجح مصطفى سعب أيضا المعار من الأهلي إلى فريق نادي سوموحها في إدراك هدف التعادل من تسديد ولا أجمل ولا أحلى ولا أرواح تنتهي المباراة بالتعادل الإجابي 2-2 إنبارح كان الداخلية والاتحاد السكندري تقدم الاتحاد بهدف لنجمه هذا الموسم محمود علاء تحس أنه مهاجم ثم يتعادل الداخلية واحد واحد وبعدها وفي الثواني الأخيرة من اللقاء بعد أن أحرز جون للتعادل لفريق الداخلية ينجح أحمد عيد في اقتناص ثلاث نقاط غالية لفريق نادي الاتحاد السكندري وفوز ولا أغلى والمركز الرابح ثم مباراة لم تشهد أي أهداف جمعت ما بين إمدي وطلاقع الجيش وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين وما زال الفريقان يبحثان عن الفوز حتى هذه اللحظة النهاردة عندنا ثلاث مباراة عزيزي المشاهدين تفتتح زي ما قلنا بمباراة أسوان والأهلي على سد أسوان بعدين غزل المحلة اللي بيعاني بعد هزمتين قاسيتين في الأسبوع الأخيرة بيعاني غزل المحلة مع أيضا اللي بيعاني الإسماعيلي ولكن الإسماعيلي بيستضيف غزل المحلة في ملعب الإسماعيلية في تمام الخامسة ودي تقدروا تتابعوها على أون تايم سبورس 2 بإذن الله أخيرا فريق حرس الحدود بيستضيف فرقه اللي فائق جدا مع طرق العشري وحاصد تسع نقاط متتالية وأيضا حرس الحدود عامل نتائج رائعة مع أحمد أيوب في الفترة الأخيرة ساعة سبع مساء هتكون معاكم بإذن الله على أون تايم سبورس 1 بكرا إن شاء الله تستكمل مباراة الجولة بمبارتين المولي العرب مع فيوتشر أتوقعها مباراة رائعة على أستاذ المقالون العرب والمقالون والحصان الأسود في هذه البطولة ساعة خمسة مساء وفي مواجهة قوية على برج العرب المصري بيواجه بيرامز مباراة أيضا هامة في سباق القمة طبعا المباراة دي شهدت تأجيل لقاء الزمالك وسيراميكا كيلوباترا بسبب ارتباط الزمالك بالمشاركة الأفريقية تعالوا قبل الفاصل أعزائي المشاهدين وقبل ما أقدم لكم الضيوف نستعرض ونتذكر معا جدول ترتيب الدوري الممتاز الأهلي في الصدارة لي بيرامز فيوتشر بنفس الرصيد ولكن الأهلي منقوصا ثلاث مباراة ثم للتحس سكندري الزمالك المقالون العرب في المركز السادس يأتي في السابع غزل المحلة فاركو أسوان سيراميكا سموحة والمصري مركز الثلاث عشر طلاق الجيش إنبي الداخلية البنك الأهلي حرس الحدود والإسماعيلي ده ترتيب مصابقة الدوري العام بعد الفاصل مباشرة عزائي المشاهدين والمتابعين بنلتقل في الفقرة الأولى مع الزمالين العزيزين محمد أمارة وعمر عبد الله أما الفقرة التحليلية الثانية فيكون معانا النجوم الكبار كابتننا الكبير كابتن طا اسماعيل ونجمنا أحمد الكاس والمتقلق دوما عماد متعب المباراة من أرض الملعب هيكون معانا الزمالين مجد الشربيني وأحمد عيد عبد الملك أما التعليف هيكون بصوت الزملاء الأعزاء أيما نتكاشف عبر القناة الصوتية الأولى وطارق حسن عبر القناة الصوتية الثانية الحالات التحكمية هيكون معانا هم نورنا كابتننا حكمنا الدولة السابق كابتن سمير محمود عثمان إذن إلى فاصل ثم نبدأ الأحداث موسيقى